لو جيت سألتك وقلت لك تعرف ايه عن العدد الزري هتقول لي ده عدد البروتونات اللي موجودة جوا النواة هقول لي غشيم العدد الزري اتعرف اساسا قبل ما يتم اكتشاف البروتونات بالسبع سنين كاملين فطبعا هتبقى عاوزة تعرف ايه هو العدد الزري وازاي اكتشفوا البروتون نفسه ضغل طبعا التساؤل اللي انتهت بيه الحلقة اللي فاتت اللي كان بيقول ازاي رازرفورد وطلابه قدروا يهدوا الجدول الدوري بتاع مندليف كل هذا واكثر هنحكي فيه ولكن بعد الفاصل سلام عليكم وقفنا الحلقة اللي فاتت لما مندليف بعد ما كان مكسر الدنيا بجدول الدوري اللي كان مرتب فيها العناصر تصعوديا حسب اوزانها الزرية بدأ يطلع في الجدول بتاعه عيوب زي ان العناصر ما كانتش كلها بتترتب ترتيب تصعودي حسب اوزانها الزرية زي ما حصل مع الكوبالت والنيكل ده غير نظار الكتير اللي كان بيتم اكتشافها وما كانش لها اماكن في الجدول الدوري والعناصر اللي كان بيبقى لهم نفس الوزن لكنهم كانوا بيقوا مختلفين في الخواص بتاعتهم من الاخر جدول مندليف حواراته بدأت تكتر الا ان بطل سلسلتنا الهمام ارنست رازرفورد كان اخر اهتماماته انه يضرب جدول او يهده الموضوع اساسا ما كانش شغل دماغه الرجل كان مسحول في الاشعاع وكان لسه مكتشف انه جسايمات الفا حبارة عن انوية هليام والانوية دي مشحونة بشحنة موجبة وقرر انه يقس الشحنة دي ويعرف هي قديه بالزبط في نفس الفترة دي العالم الامريكي روبرت ميليكان كان عارف ان الالكترون اللي اكتشفه تومسون مشحوم شحنة سالبة وكان عاوز يعرفه كمان الشحنة السالبة دي قديه بالزبط لان اذا كنا يعني لسه مكتشفين النواة اول امبارح وعارفين ان شحنتها موجبة فالالكترون عارفين ان شحنته سالبة بقالها سنين وما حدش فكر يقس شحنته فملكان قرر ان يقوم بالمهمة دي ملكان عشان يعرف شحنة الإلكترون فكر انه يعمل زي تومسون ويساوي كل القوة اللي بتأثر عليه جاب غرفة وجواها غاز وصلت على الغاز ده أشعة اكس اللي أينت زرات الغاز وطيرات إلكتروناته بعد كده جاب رشاش جوا مية ورش المية دي جوا الغرفة عشان الإلكترونات الطائرة تلزق في قطرة المية طبعا في قطرة هيلزق فيها إلكترون واحد وقطرة هيلزق فيها اثنين وقطرة هيلزق فيها خمسين ومعظم القطرات هتكون مشحونة بشحنات سالبة لكنها هتكون مختلفة عن بعض بس القطرات دي نتيجة وزنها هتسقط بفعل الجاذبية ملكان جه وطبق مجال كهرابي بحيث انه يشد القطرات دي ويخليها تثبت في مكانها وما تسقطش بفعل الجاذبية ساعتها هتتساوي القوة اللي بيأثر بها المجال الكهرابي مع القوة اللي بتأثر بها الجاذبية وهيقدر يعرف شحنة الإلكترون لكن طبعا بجانب ان الشحنات اللي على القطرات مختلفة فوزن القطرات هي كمان مختلف في قطرات كبيرة وقطرات صغيرة وبالتالي مش كل القطرات هتتأثر بالمجال الكهرابي وبالجاذبية بنفس المقدار عشان كده ملكان بدأ انه يرائب القطرات ويختار قطرة بعينها ويزود ويقلل في شدة المجال الكهرابي لحد ما القطرة دي تثبت في مكانها وما تتحركش وقتها القوة اللي بيأثر بها المجال الكهرابي على القطرة دي هيساوي القوة اللي بتأثر بها الجاذبية قوة الجاذبية اللي بتأثر على القطرة هتساوي كتلة القطرة في التصارع بتاع الجاذبية والقوة اللي بيأثر بها المجال الكهرابي على القطرة هيساوي شحنة القطرة في شدة المجال وهو عارف شدة المجال الكهرابي لانه هو اللي مطبقه وعارف مقدار التصارع او العجلة بتاعت الجاذبية ويقدر انه يحسب وزن القطرة بدلالة نصف قطرها وكسافة المية ويبقى كده بس فاضل معاه الشحنة اللي على القطرة هي اللي مش معروفة ويقدر انو يحسبها اه صحيح الشحنات اللي هتكون على كل قطرة ميلكا بيختارها هتكون مختلفة لكنها كلها هتبقى عبارة عن مضاعفات لخيمة واحدة اللي هي شحنة الالكترون الواحد على سبيل المثال لو في قطرة عليها شحنة مقدارها 5 كولوم وقطرة تانية 10 كولوم وقطرة تالتة 15 كولوم يبقى انت كده عارف ان الشحنة اللي بيشيرها الالكترون واحد عبارة عن 5 كولوم والقطرة الاولى عليها الالكترون واحد والتانية عليها اثنين والتالتة عليها تلاتة ميليكان حسب شحنة الالكترون بالطريقة دي وطلعت معاه 4 و 1 من 10 في 10 قصة سلب 10 استاد كولوم بس ميليكان ما اكتفاش بكده قالك انه تومسون كان حاسب نسبة الشحنة للكتلة بتاعت الالكترون وانا معايا الشحنة يبقى درح سيب الكتلة والمراضي احنا بنحسب كتلة الالكترون بالجرام مش بنقرنه من الهايدروجين دي كتلة مطلقة ومن كتلة الالكترون المطلقة تقدر تحسب كتلة الهايدروجين المطلقة هي كمان لان كتلة الهايدروجين 1800 مرة قد كتلة الالكترون وبالمرة احسب بقى كتلة العناصر لانك عارف كتلة كل عنصر ان الهايدروجين كان مرة وبالتالي اصبح معاك الكتل المطلقة للعناصر تمام؟ لا مش تمام لأن حساباتنا كلها كانت مبنية على قيمة شحنة الإلكترون اللي حسبها ميليكن واللي كان فيها خطأ الخطأ اللي اكتشفوا إيرنست رازرفورد وهو بيقيس شحنة جسيمات ألفا لكن قبل ما أقولك إزاي إيرنست رازرفورد أس شحنة جسيمات ألفا تعال أولا أسألك إيه اللي هيحصل لو جبت قماشة صوف وحكيت بها قضيب زجاجي وقربت القضيب ده من ورقة هتقول لي طبعا الورقة هتشد القضيب هرجع أسألك وأقولك طب ليه تشدت هتقول لي لأنك بالحق سحبت الإلكترونيات السالبة من القضيب والقضيب أصبح مشحون بشحنة مجابة والشحنة المجابة دي لما قربت من الورقة شدت الإلكترونيات السالبة اللي موجودة على الورقة وبالتالي حصل تجازب كهرابي ما بين القضيب الزجاجي وما بين الورقة هقولك طب ما تيجي تفضل تشرح انت أقول الله شكلك يعني كنت عارف كل حاجة بس نفس الكلام هيحصل برضو لو القضيب كان مشحون بشحنة سالبة فالشحنة السالبة اللي موجودة على القضيب هتتنافر مع الالكترونات اللي موجودة على الورقة وهتطردها بعيد وبالتالي الشحنة الموجبة اللي موجودة على الورقة هتتركز على الناحية اللي موجودة قرب القضيب وهيحصل تجازب كهرابي ما بينها وما بين الشحنة السالبة اللي موجودة على القضيب والفرق الوحيد ما بين الحالتين هو الاتجاه اللي اتحركت في الالكترونات لما كان القضيب موجب الالكترونات اتشدت ناحيته ولما كان سالب الالكترونات اتحركت بعيد عمله وزي ما انتعرف طبعا ما عدتش بقى محتاج اقولك ان حركة الشحنة دي هي عبارة عن الطيار الكهرابي والجهاز اللي بيقص الطيار الكهرابي في الحالة دي اسمه الكتروميتر وهو ده بقى الجهاز اللي استخدمه ارنست رازرفورد عشان يقيس شحنة جسيمة الفا رازرفورد عمل غرفة زوجية حط فيها لحم المعدن والمسافة من بينهم كانت ملمترات بسيطة اللوح اللي تحت كان متوصل ببطارية واللوح اللي فوق كان متوصل بالالكتروميتر اللي هيقيس حركة الشحنة او الطيار الكهرابي ومره يوصل اللوح بالقطب المجبل البطارية ويقيس الطيار اللي مر بالالكتروميتر واللي هيكون بيمر في اتجاه معين ومره تانية يوصله بالقطب السلم للبطارية وبرده يقيس الطيار اللي مر واللي هيكون بنفس القيمة لكنه هيكون في الاتجاه المعاكز حلو قال مرة ده حلو رازالفورد جاء بعد كده عنصر ريديم كمصدر لأشعة ألفا اللي هو عاوز يقيس شحنتها بس الريديم مش بيطلع ألفا بس ده بيطلع أشعة بيتا وجامع كمان جامع عبارة عن ضوء ومش مشحون وبالتالي مش هيأثر معنى على الإيرايات فرازالفورد مش هيعمل لها حساب لكن بيتا عبارة عن إلكترونيات مشحونة بشحنة سالبة وبالتالي هتأثر معنى على الإيرايات وكان لازم انه يتخلط منها وعشان يتخلص منها حط الغرفة الزجاجية كلها تحت تأثير مجال مغناطيسي ضعيف والمجال الضعيف ده هيقدر على جسيمات بيتا اللي وزنها خفيف وهيحرفها لكن جسيمات ألفا تقيلة وبالتالي مش هيقدر عليها وهتمر ومش هتنحرف رازالفورد حط الريديم في الغرفة وطبق المجال المغناطيسي ووصل اللوحة اللي تحت بالقطب الموجب للبطارية فمر طيار كهربي أكبر من بتاع البطارية الوحيدها لان الطيار اللي هيمر في الحلقة دي ناتج عن الجهد الموجب بتاع البطارية وكمان ناتج عن الشحنات الموجبة بتاع الجسيمات ألفا وبالتالي رازالفورد قالك ان الطيار ده قيمته بتساوي قيمة الطيار الابتدائي اللي كان بيمور لما البطارية كانت متوصلة لوحدها زائد الطيار الناتج عن جسيمات ألفا اللي هو عبارة عن عدد جسيمات ألفا في شحنة الجسيم الواحد تمام تمام جه بعد كده وقلب البطارية بحيث ان اللوح اللي تحت يتوصل بالقطب السالب بتاع البطارية ...الطيار اللي نشأ في هذه الحالة دي بقى اقل لأن جسامات ألفا المجابة بتزوق الإلكترونيات في اتجاه ...الجهد السالب للبطارية بيشد الإلكترونيات في الاتجاه المعاكس فالمحصلة هتبقى عبارة عن مجموعين اثنين يعني قيمة الطيار اللي بيمر في الحالة هتساوي الطيار الناتج عن الشحنات المجابة بتاع جسامات ألفا اللي هو إنشغال عبارة عن عندتها الألقاء في شحنة الجسيم الواحد زائد الطيار اللي ابتدائي الناتج عن الجهد السالب بتاع البطارية اللي هو نفس قيمة الجهد الموجب لكن بإشارة سلبة بعد كده جي هو حال المعادلتين مع بعض لأن عدد جسيمات ألفا في شحنتها بيساوي نص مجموع الطيار في الحالتين وهو كان معاه قيمة الطيار في الحالتين لأنه قيسوا بالإلكتروميتر وعارف عدد جسيمات ألفا اللي بيطلحها الريديام في الثانية الواحدة يبقى فاضل معاه بس ما يعرفوش هو شحنة الجسيم الواحد واللي رازالفورد اكتشف أن شحنته بتساوي 9.3 من 10 في 10 قس سالب 10 استاد كولوم رازالفورد لاحظ أن قيمة شحنة جسيمات ألفا اللي معاه تقدر تقول تقريبا ضعف شحنة الإلكترون اللي مطلحها ميلكا لكن دي طبعا بالموجب لكن شحنة الإلكترون كانت بالسالب فرازالفورد قال لو اعتبرنا أن شحنة الإلكترون هي وحدة الشحنات السالبة جوا الزرة فأكيد هيكون لها مكافئ موجب عشان يعادلها وبالتالي شحنة جسيمات ألفا اللي هو مطلحها لازم تكون ضعف شحنة الإلكترون بالزبط عشان يبقى جوه جسيمات ألفا وحدتين من الشحنات الموجبه قالوا له بس ميلكا مطلع شحنة الإلكترون أقل من القمة اللي انت بتوقحها بحاجة بسيطة قال لهم سهلة ميلكا غلط ومع أن رازالفورد كان بيستخدم المنطق فقط إلا أن ميلكا لما رجع وعد التجربة بعد رازالفورد بخمس سنين بطريقة أكثر دقة لما استخدم الزيت بدل الميا رازالفورد بعد ما عارف أن بسيطة ألفا فقى وحدتين من الشحنات الموجبه لاحظ أن كتلة ألفا عبارة عن أربع مرات قد كتلة الهيدروجين فدخل عنده قناعه وطلابه أن شحنة النواة بتعادل نصف كتلتها لكنه ما كانش عنده دليل قوي بالكلام ده فأسرها رازالفورد في نفسه ولم يودها فورقة عالمية وطبعا لما قولك أن رازالفورد وطلابه مقتنعين بحاجة فده مش معناها يعني أن في شوية ناس كده مقتنعين بحاجة ده ما عمل رازالفورد ده كان من الأماكن اللي بيتطبخ فيها العلم ويتقدم للعالم وبالتالي قناعاتهم دي هيتبنى علىها حاجات كتير في الفترة اللي كانت بعد اكتشاف رونتجن لأشعة إكس كان فيه خلاف كبير جدا هلأشعة دي عبارة عن ضوء ولا مش ضوء واحدة من التجارب اللي فكروا فيها عشان يعرفوا هو أنهم يشوفوا الإكس ري بتتداخل زي الضوء العادي ولا لأ الضوء عبارة عن موجات ومعروف أن الموجات لما بيتعدي من فاتحة ديئة بتتداخل وبتدي نمط معين وفي حالة الضوء النمط ده بيكون عبارة عن نقط مضيقة ونقط مظلمة لما القمم بتاعت موجة بتركب على القمم بتاعت موجة تانية والقيعان بتركب على القعان المكتين بيقووا بعض وبيظهروا كنقط مضيقة وبيسمى التداخل ده بالتداخل البناء ولما القمم بتاعت موجة بتركب على القعان بتاعت موجة تانية فبيلغوا بعض وبيظهروا كنوقات مظلمة وبيسمى التدخل ده بالتدخل الهدام وعشان كده جيف بالنا نشوف أشعة X هي كمان هل بتتداخل زي ضوء المرقي ولا لا المشكلة أن أشعة X تقليطها أكبر بكتير من الضوء المرقي وبالتالي الطول الموجي بتاعها أصغر بكتير من الضوء المرقي وبالتالي هنبقى محتاجين فتحة ضيئة جداً عشان تعدي منها الموجات دي وتتداخل ومن وقت اكتشاف X-ray ومحدش قدر يعمل فتحة بالمواصفات دي وده اللي خلى طالب عند ماكس بلانك في جامعة برلين اسمه ماكس فون لاو سنة 1906 يفكر برا السندوق ماكس فون لاو كان معظم شغله على الكريستالات والكريستالة أو البلورة في الكيميا هي المادة الصلبة اللي الزرارات فيها بتكون مترتبة بشكل منتظم والمسافات بين الزرارات فيها بتكون سابتة فماكس فكر انه ممكن يستخدم المسافة الصغيرة بين الزرارات دي عشان يقدر يحقق بيها نمط التداخل قال هجيب كريستالة من مادة معينة وسقط عليها أشعة X وارجع استقبل الأشعة دي على فيلم واشوف النمط اللي تكون على الفيلم اللي معايا لو حصل تداخل يبقى أشعة X عبارة عن ضوء ولو ما حصلش تداخل يبقى أشعة X ماهيش ضوء ماكس له ان أشعة X بتدي نمط تداخل شبيه باللي بيعمله الضوء المرقي وبالتالي أثبت بشكل يقيني أن أشعة X عبارة عن ضوء إلا أن العالم ويليام براج في جامعة لتزي في إنجلترا عرف بالشغل اللي عمله له في ألمانيا فقالك أن الكلام ده في منتهى الجمال أنا بقى هقدر أستخدم أشعة X دي عشان أعرف المسافة بين الزرارات جوه الكريستالة قال هنسقط أشعة X على الكريستالة ونشوف زاوية خروج الموجات اللي بتعمل تداخل بناء من الكريستالة ومن زاوية خروجها والطول الموجي للأشعة هقدر أعرف المسافة ما بين الزرارات باستخدام القانون ده الطول الموجي أو مضاعفاته هيساوي المسافة ما بين الزرارات في الكريستالة في زاوية خروج الأشعة اللي عمله تداخل بناء وبغض النظر عن إنه استنتج القانون من حساب المثلثات اللي مش هنتصرق إليه لكن حابب أقولك هو ليه قال طول الموجي أو مضاعفاته طبيعي إنك تكون عارف إن الأشعة اللي هتمعكس من طبقات الكريستالة السفلية هتقطع مسافة أكبر من الطبقات العلوية وبراج لما اختار اختار الموجات اللي بتعمل تداخل بناء عشان يقدر يعرف الفرق في المسافة ده قد إيه بالزبط لإن عشان يحصل تداخل بناء والقمم تركب على القمم والقعان تركب على القعان لازم يكون الفرق في المسافة ما بين الموجات اللي هتركب على بعض يا إما طول موجي أو مضاعفاته طول الموجي ده لان لو الفرق كان نص طول موجي او ربع طول موجي مش هيحصل تدخل بناء وعشان كده هو اختار الاشعة اللي بتحقق الشرط ده المهم ان براج اسبت بشكل رياضي انك لو قدرت تعرف الزاوية اللي بتخرج بها اشعة الـ X-Ray اللي بتعمل تدخل بناء وقدرت تعرف الطول الموجي للـ X-Ray دي تقدر تعرف المسافة بين الزرات في الكريستالة والقانون ده تسمى بقانون براج طالب صغير عند رازرفورد اعجب بشغل براج وكان حابب يشتغل زيه ويقيس المسافة ما بين الزرات في الكريستالات المختلفة فرازرفورد قال له انت هابل يا ابني براج ايه اللي تشتغل زيه وانت شغال مع رازرفورد روح حابب يشوف لقلقة اتانية اشتغل عليها فهنري موزلي قال له خلاص مفيش مشكلة تعمل مشرف بتاعي نغيرها بس طبعا انسان من عطو لما يكون مركز في موضوع فبيحس ان الدنيا كلها بتلفه دور حوالي الموضوع ده طبعا انت عارف زي ما قلنا في حلقة قبل كده ان الاكس ري بتطلع لما العناصر بتتخبط بالالكترونات بس هنري موزلي كان عارف فوق المعلومة دي كمان ان الاكس ري اللي بتطلع من العناصر لما بتتخبط من الالكترونات ما بتكونش طبع بعضها دي قدرتها على الاختراق بتكون مختلفة والفرق في القدرة على الاختراق ده طبعا اكيد فرق في الطاقة بس ماكس بلانكي قبل الفترة دي بحوالي خمس او ست سنين كان لسه مكتشف قانون تقدر تعرف به طاقة الضوء اللي هو كان بيقول ان طاقة الضوء بتساوي ثابت بلانك في التردد بتاعه والتردد ده اللي هو نفسه بيساوي سرعة الضوء مقسومة على طول الموجي ولو لاحظت هتاخد بالك ان المعادلة كلها عبارة عن ثوابة ما عدا طول الموجي هو الوحيد المتغير وبالتالي اللي بيفرق طاقة الضوء عن ضوء تاني هو طول الموجي فموزلي قال ان الفرق في القدرة على الاختراك بتاع الـ X-ray اللي طلع من العناصر هو عبارة عن فرق في الطاقة اللي هو عبارة في النهاية عن فرق في الطول الموجي فجف باله اننا ممكن نميز العناصر عن بعضها عن طريق الطول الموجي للـ X-ray اللي هما بيطلعوها طيب ازاي عمل موزلي؟ قال هو مش براك كان بيقدر يعرف المسافة ما بين الزرات في الكريستالة عن طريق الطول الموجي للـ X-ray اللي سقط عليها انا بقى هعرف العكس انا هجيب كريستالة انا عارف المسافة ما بين زراتها وهسقط عليها الـ X-ray اللي خارجه من العناصر المختلفة ومن معرفتي للمسافة ما بين الزرات ومن زاوية خروج الـ X-ray هقدر اعرف الطول الموجي للـ X-ray اللي سقطها على الكريستالة واللي هي في النهاية هتميز للعنصر راز الفروض قال له هو انت يعني ديق بس ما فيشوه مشكلة اشتغل موزلي خد العناصر من الكالسيوم للزينك وسقط عليهم الكالسيوم وطلع منهم X-ray وخد الـ X-ray ده سقطه على كريستالة المسافة من زراتها معروفة عشان يقدر يحسب لها ويعرف منها الطول الموجي موزلي عمل الكلام ده ولقى فعلا ان كل عنصر بيطلع X-ray بطول موجي مميز ليه اوه الصدفة لاحظ كمان ملاحظة اجمل من دي لاحظ انه كل ما كتلة العنصر زادت كل ما قال له الطول الموجي للـ X-ray اللي بتخرج منه لكنه لاحظ ان العلاقة ما بين الكتلة وما بين الطول الموجي ما كانتش خطية وما كانش في قانون بيقدر يربط ما بينهم لكن في نفس الوقت اللي كان شغال في موزلي على طول الموجي للـ X-ray اللي خارج من عناصر طالب تاني عند رازفورد اسمه نيلزبور كان شغال بيفصر تردوضات الضوء اللي خارجه من زرات الهايدروجين نيلزبور لقى ان السبب في ظهور الضوء اللي بيطلع من الهايدروجين لما بيتحرق هو ان الالكترونات بتاعة زرات الهايدروجين بتتهبد من مدار عالي لمدار منخفض والهادة دي بتعتمد على الشحنة الموجبة اللي موجودة في نواة زرات الهايدروجين وطبعا الكلام ده لسه هنعرفه بالتفصيل في حلقة الضوء موزلي اللي ما عارف بالكلام ده قالك ان كده تبقى العلاقة ما بين التردد والشحنة مش بين الطول الموجي والكتلة وبالتالي خد كل الاطوال الموجية بتاعة الـ X-ray اللي طلع له من العناصر وحسب منها التردد وشاف العلاقة ما بين التردد وما بين عدد الشحنات الموجبة اللي موجودة في نواة زرات كل عنصر لاحظ ان العلاقة بقت اقوى لكنها لسه مش خطية وما بقتش خطية الا بعد ما أخد الجزر التربعي للتردد وعمل به العلاقة مع عدد الشحنات ومن قيم الترددات اللي معاه وشحنات النواة بتاعت كل عنصر عمل قانون ربط به تردد الـ X-ray اللي بيخرج من كل عنصر مع عدد الشحنات الموجبة اللي موجودة في نواته ومن القانون ده بقى سهل علي أعرف عدد الشحنات الموجبة في نواة زرات كل عنصر بمجرد ما عرف تردد الـ X-ray اللي خارجة منه وبما ان كل عنصر له طول موجي للX-ray اللي خارجه منه بيميزه أو يعني تردد بيميزه فأكيد يعني عدد الشحنات الموجبة الموجودة في النواة بتاعته هي كمان بتميزه وبالفعل موزلي لما حسب عدد الشحنات الموجبة في نواة زرة كل عنصر لان عدد الشحنات ده بيميز العنصر وسما العدد ده بالعدد الزري موزلي لما لقى كده قالك مدام العدد الزري ده بقى بيميز العنصر أكثر من كتلته طب ما تجي نفكنا من الكتلة ونرتب العناصر بناءا على عددها الزري مش كتلتها لكنه لما جه وعمل كده لقى ان كل المشاكل اللي ظهرت مع مندليف اختفت الكوبلت اللي عدده الزري 27 بقى طبيعا يسبق النيكل اللي عدده الزري 28 برغم ان الكوبلت كتلته كنت اكبر من النيكل والمفروض يجي بعده حسب كلام مندليف ثانيا النظاير اللي اكتشفها سودي وكان لهم اوزان مختلفة وما منقدرش نفرقهم طلع لهم نفس الشحنة او العدد الزري بما يعني انهم نفس العنصر والمفروض ياخدوا نفس المكان في الجدول الدوري وظهر مفهوم الجدول الدوري الحديث اللي العناصر فيه بتترتب على حسب عدد الشحنات الموجبة اللي موجودة في النواة او العدد الزري وبالتالي عملنا باي باي كبيرة لجدول مندليف في الفترة دي الحرب العالمية الاولى قامت وكله انشغل بالحرب مزلع عشان كان صغير اتجنت في الحرب وللأسف اتقتل ورزرفورد عشان كان راجل كبارة ومش هينفع يحارب فقالوله فكك بقى من حوار الاشعاع وشوف لنا حل نقدر نكشف به عن الغواصات رزرفورد بالفعل قدر انه يبتكر مايك حساس جدا بيتحط في المياه ويقدر انه يحس بالغواصات لكن الاشعاع كان مازال في دماغه خصوصا انه كان عايز يعرف تركيب النواة وكان عايز يعرف هي عبارة عن حتت ولا هي حتة واحدة وبمجرد ما الحرب انتهت رزرفورد رجع لمعمله وبدأ يعمل ايلي بيفكر فيه قلن هستخدم جسيمات الفا التقيلة قاقزايف اضرب بيها انوية العناصر الموجابة ولو الانوية دي كانت عبارة عن حتة بتتكسر فالحتة الموجابة دي هتطلع وهقدر اكشف عنها انما بقى لو النواة ما كانتش عبارة عن حتة يا اما مش هيطلع لي حاجة او هيطلع لي منها اجزاء بس مش متساوية رزرفورد جاب الريديام كمصدر لاشعاعات الفا وحطه في انبوبة في نهاية الانبوبة دي شريحة من الالومنيوم بتمنع مرور اشعاعات الفا وحطه ورا الشريحة دي فيلم من الزينكسالفايد يقدر يحس باي جسيمات موجبة نتجة من تكسير النواة وكانت قادرة انها تمر من شريحة الالومنيوم وحط هوا جوه الانبوبة وبدأ انه يضربه بقذايف الفا رزرفورد لاحظ ان في جسيمات مشحونة علامت في الفيلم والجسيمات دي طبعا مش جسيمات الفا لان شريحة الانومنيوم بتمنع مرور جسيمات الفا لكنه لما كشف عليها لانها عبارة عن انوية زرات الهيدروجين فرزرفورد قالك ان وارد ان جسيمات الفا قابلت في سكتها زرات الهيدروجين فخبطت نواة بتاعتها فعدت من شريحة الالومنيوم معلمة في الفيلم ففكر ايه اللي ممكن يكون مصدر للهيدروجين جوه الانبوبة قالك الرطوبة المية اللي موجودة في الهواء ممكن تكون مصدر للهيدروجين قالك خلاص تعال نسحب الرطوبة من الهواء ونكرر التجربة جف في الهوى وكرر التجربة لا برضه فيه أنوية هيدروجين بتطلع وبتعلم في الفيلم قالك كده أنا معي احتمال من اتنين انه ورد يكون ان نسبة الهيدروجين الموجودة في الهواء الجوي هي السبب وان كان الاحتمال ده ضعيف جدا لان نسبة الهيدروجين ضائلة جدا في الهواء الجوي والاحتمال التاني ان جسيمات ألفا خبطت نواة غاز من الموجود في الأنبوبة وكسرت منها حتة اللي هي كانت عبارة عن نواة الهيدروجين طب تتأكد زعم إرنست غزيمات ألفا لم يلقى هاي أثار لأنوية الهيدروجين على الفيلم اللي يبقى مش الأكسوجين جسيمات ألفا لم يلقى الكربون كما إلى الأثار على الفيلم كمية كبيرة جدا من أنوية الهيدروجين اللي طلعت وقصرت في الفيلم قالي أنواات زادة الهيدروجين بتتكون منBO спорт متسوية المختلفةノية dialogue ولما غزيمات ألفا خبطت النواة طيرتهم عن مع بعض وعلموني في الفيلم وبالتالي وضع لي أن أنوية العنصر المختلفة بتحتوي على أعداد مختلفة من أنوية الهيدروجين اللي بتتجمع وبتكون نوات زرة العنصر الكبيرة بمعنى تاني أن نوات الهيدروجين هي الوحدة البنائية اللي بتتكون منها أنوية باقي العناصر زي ما كان متوقع ويليام براوت اللي تكلمنا عن الفرضية بتاعته في الحلقة اللي فاتت رزالفورد سمى نوات زرة الهيدروجين اللي بتتكون منها أنوية العناصر بالبروتون ودي كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية بروتوس ومعناها أولي ودي كانت اول مرة يتعرف فيها البروتون والكلام ده حصل سنة 1923 يعني البروتون اللي شايل الشحنة المجابة اتعرف بعد سبع سنين كاملين من اكتشاف الشحنة نفسها او اكتشاف العدد الزري بعدها رازالفورد هو وطالب عنده اسمه جيمس تشادوك اللي هنتكلم عنه في الحلقات الجاية عمل نفس التجربة على 12 انصر تانيين زي السوديوم والالومينيوم والفوسفور اللي لقوا انهم هم كمان لما بيضربوا جسيمات الفا بيطلعوا بروتونات او بالتالي رازالفورد تأكد من الطرح بتاعه بس وين كان رازالفورد يجاوب على السؤال بتاعه وقارف ان النواة بتتكون من حتة والحتة دي هي البروتونات فبسبب اجابة السؤال ده ظهرت له واسئلة تانية اذا كانت النواة بتتكون من البروتونات المشحونة بشحنة مجابة فالمفروض ان جسيمات الفا او نواة الهيليم اللي فيها شحنتين مجابتين تبقى كتلتها قدل الهيدروجين مرتين الا ان الهيليم كان قدل الهيدروجين اربع مرات ده غير ان معظم العناصر عددها الزري بيعادل تقريبا نصف كتلتها والفرق في الكتلة ده بيقول ان النواة دي جواها حاجة تانية تقيلة احنا لسه مش عارفينها وبالتالي احنا محتاجين نفرتك النواة دي اكتر عشان نعرف ايه جواها المشكلة ان جسيمات الفا اللي بتتولد بشكل طبيعي دي وبستخدمها عشان نكسر الانوية طاقتها قليلة احنا محتاجين قضايف اقوى عشان نكسر بيها النواة فجت فكرة ان انا ناخد جسيمات الفا دي ونزود سرعتها وبالتالي طاقتها هتزيد وقطرتها على التكسير هتبقى اكبر ومن اللحظة دي ابتدى التفكير في مسارع الجسيمات بس اصرعوا الجسيمات ازاي مكتشفوا عن طريقها ايه هذا ما سنعرفه ولكن في الحلقات القادمة واظن يعني واخد بالك ان الاسئلة ابتدت تتجاوب والحقيقة بعد كده هتتظهر واحدة واحدة وعشان كده مهم جدا انك تعمل لايك وكمنت وشير تشترك في القناة وتفعل اشارة الجرس عشان تعرف اول ما الحلقات الجديدة تنزل سلام